اهلا فيكم بقناة ساشا تيوب كيفكم يحلوين ان شاء الله بخير وصحة اليوم رجعت لكم بقصة جديدة يارب تستمتعوا تقول صاحبة القصة انا اسمي غدي قصة شوي غريبة واضحك بس ممتعة اسمعوها للاخر اسمي غدي حاليا عمري 14 سنة بعد الاختبارات الفترية للترمة الثالث يعني بعد عيده البطر تقريبا مرة كنت خارجة من المدرسة بالصرفة وماسك الشنطة على كتف واحد ممسوي اكون وكتفي شوي وبين خلع لان الشنطة اثقل من حياتي المهم بقول لكم معلومة انا لما اطلع من المدرسة اروح بعيد شوي عشان اول ما يجي ابوي على طول اركب معاه وما اخليه يدخل في زحمة المدارس وكذا جات عيني على وحدة كانت واقفة بعيد زي يعني اتوقع انها كانت تنتظر احد تنتظر ابوها او اخوها او السواك وريفر شوي واحد ولد يمر من جنبها توقع انه في المتوسط زينا الولد مر من جنبها ولمسها في مكان حساس اكيد فهمته قصدي يعني بالعربي اتحرش فيها والبنت اتجمدت مكانها ولا اتكلمت ولا كلمة كل اللي سوته انها نزلت راسه وقعدت تبكي بهدوء ولا احد انتبه لها طبعا كنت رايحة اشوفها واجلو دا الولد الحقير بس للاسف بابا جاء وما قدرت اروح لاني اصلا ما كنت متأكدة من اللي صار لاني يدوبك النظر عندي من الشمس الحارقة اللي عندنا شبتها تبكي بس قلت يمكن اتخيل وشبت الولد كمان بس كان ممكن كنت غلطانة ما بو اظلم احد داومت في اليوم اللي بعده وانا طالع في الصرفة شفت الولد والبنت ومرة ثانية سوى الحركة اللي سواها اليوم اللي قبله عد انا هنا ماسكت رميت شنطتي ورحت اجري وراه لكنه هرب لانه كانوا واقفين بعيد زي ما قلت لك رحت للبنت وسألتها ايش فيه ما ردت عليه قعدت تبكي بس انا هنا قلت لها اكلم المديرة تشوف الكاميرات اللي حول المدرسة لا تخافي ما رح يصلك شي هنا البنت نزلت عند رجلي وكانت تترجاني وهي تبكي وتقول لي بالله لا تقولي لاحد ولا تسوي شي سوي نفسك ما شفتي واحاول اقنعها انها تقدر تاخد حقها منه بس هي رفضت مرة انا قلت في نفسي بقولها خلاص ما رح اسوي شي وبعدين ارجع البيت افكر اش اسوي وقلت لها خلاص ما رح اسوي شي وبعدين بابا جاء ورحت وانا في السيارة قلت خليني اكلم بابا في ذا الموضوع معلومة كمان عني انا مرة قريبة من بابا عكس ماما المهم بعد ما قلت له قال لي خلينا اني رجع وكلم المديرة قلت خلاص بكرا اصلا المديرة ده حين قد راحت بيتها واليوم الثاني كلمت المديرة المديرة انصدمت من الشي اللي انا قلته قالت لي اذا كنت كذابة بتتعاقبي واتصلت على بابتي تأكد وبعدين قالت براجع الكاميرات ويحصل خير بعدها رجعت لفصلي وكملت اليوم طبيعي وكالعادة وانا خارجة من المدرسة والشنطة على كتفي ومسوية هيبة رحت وقفت ورا البنت ذا المرة عشان امسك الولد هي ما كانت شايفتني لما جاء الولد لمسها مرة ثانية انا هنا مسكته من شعل وقعدت اضرو فيه واسبه بكل انواع السب وقل له احنا متنا من الحار وانت جاي تسوي ذي الحركات طبعا اللي ما يعرف انا من لما كنت صغيرة احب الكرتين والملاكمة المهم قاعدت اضرب في الولد الين ما الولد قاعد ينزف طبعا جوه الناس اتجمع علينا والحارس قاعد يفكني عنه والغريب اني لما كنت اضربه كانت البنت تضربه معايا وباين انها كانت تضرب بقهر كانت ما في نفسها بعد ما قلت للحارس اللي صار اعطى الولد كف جبله جلطة دماغية من قوته ودخل الولد عنده في الغرفة الصغيرة اللي يجلس فيها دايم وباعد الناس وكل واحد راح في حاله جاء بابا وكلم الحارس وجاء ابو البنت والمديرة دخلتني انا والبنت داخل المدرسة وفهمت الموضوع من البنت طلع الولد مهددها انها لو قالت شيء او خبرت احد بيقتلها وكان دايما يجيب معاه سكين انا ما شفت السكين بس بعد ما فتش الولد طلع معاه سكين من جد طبعا المديرة والحارس وابو البنت قاموا شكروني مليون مرة ويمدحوا قوتي وشجاعتي وانا بسوي مستحية وانا توي كسرت خشم الولد كانوا بيتصلوا على الشرطة بس ابو البنت قال لا ما نبغى مشاكل خلاص واتصلوا على ابو الولد وجوه اهل الولد كلهم امه وابوه واخواته المهم انه بعد ما كلموا اهل الولد امه واخواته قاعدوا يضربون فيه والاب يتكلم مع ابو البنت ويعتذر منه والاهلين قرروا ما يجيبون الشرطة عشان ما تكبر المشكلة مع انه انا وبابا عارضنا بس خلاص ما لا ندخل احنا الكلام بين ابو البنت وابو الولد ام الولد واخواته لسه يضربون فيه وانا والبنت وبين نضحك عليه بعد ما خلص دا كله رجعنا البيت وتوقع وقتها المغرب احنا ننصره في الساعة وحد الظهر ورجعنا للبيت على المغرب متخيلين كل دا الوقت عشان نحل المشكلة المهم انه بعدها صرت مشهورة في المدرسة اكثر من اول والمديرة شكرتني في الطابورة الصباحي وانا ماخني بطاية البطلة صرت مشهورة خلاص انشهرت نفس رياكشن عامر لما يقول شهرتي زي محمد نور وبشركم انا والبنت صرنا صاحبات وخليتها تتخطى الموقف الحمد لله واقول لكم شي كمان الولد طلع عنده كسرف الخشم من جد وطلع عنده كمان كدمات شديدة في كل الجسم وعينه ما ادري ايش صار فيها بس كانت مرة متورمة منفوخة بتقولولي كيف عرفتي الولد جاء المدرسة هو واهله واعتذروا مني ومن صاحبتي انا ما ادري ليش اعتذروا مني بس قبلت احتذارهم وكل يوم الناس تذكرني بذاك الموقف طبعا لا اقول لكم صرت مشهورة وصرت فخرة القبيلة والقبيلة كلها عرفت بالسالفة وابوي الحين لو اقول له بروح البقالة الساعة ثلاثة في الليل يقول لي روحي انتي ما ينخاف عليك ذي قصتي وان شاء الله تكون عجبتكم القصة الثانية تقول صاحبة القصة منعرفت نفسي وانا اسمع اهلي يقولون غادة لمحمد ولد عمي حبيتهم من وحن صغار رغم بعد المنطقة انا اسكن في الغربية وهم في شمال السعودية نلتقي فقط في الاعياد كبرنا وكبرت احلامنا اكبر من محمد ولدين وبنت كلهم دخلوا الجامعة الا محمد دخل ثانوية معهد صناعي تخرج من الثانوي بامتيازه وكتب الله رزقه على ايام زمان توظف وظيفة مميزة في شركة بترولية معروفة ومع الدورات والترقيات راتبه صار ممتاز واخوانه اللي اكبر منه واخته تخرجوا من الجامعة لكن ما حصوا الوظائف في ذي الفترة خطبوني لمحمد وكانت اسعد لحظات عمري بعد زواجنا بشهرين توفي ابوه في حادث سير وكانت فاجعة مو على البال ولا على الخاطر ضاقت فينا الدنيا واضطر زوجي ننقل عند اهله لانه يحبهم مرة وكان ودي يكون قريب من امه سكننا معاهم في نفس العمارة لنا شقة فوق وعدت الامور واستقرت الحياة وتعودنا طبعا حالتهم المادية ما كانت جيدة عمي عليه ديون وطالبات ما صفي لهم الا البيت وسيارة قديمة وراتب عادي وهم ما شاء الله تمانية غير الام لذلك تحمل زوجي جزء كبير من المصاريف والاغراب بعد فترة انخطبت اخته الكبيرة واهل العريس اشترطوا ان العرس على اهل البنت كان فيه اخذوا عطه بس للأسف رسل موضوع انهم يدفعون مهر 35 الف في كل تديزات العروس وبكذا كان فيه ضغط عليها وهي تشتكي من جهة واما من جهة قام زوجي طلع قرد 60 الف زودها على مهره وسوالهم اجمل عرس وافخم دبش واحتسبناها عند الله بعدها بسنة ونص دقت ام زوجي على زوجي قالت الان تجي وبعد ما راح لها ورجع عندي كان مهموم مرة قلت ايش فيه قال امي تقول انه كلمت اهل البنت فلانة الفلانة شخص معروف لانه اخوي يبغى بنتهم وهو يحبها وهي تحبه وانتي عارف اخوي موظف قطاع خاص ولا يقدر على شروطهم وشرط ابوها انه اخوي يسكن بنته في شقق التمليك حقتهم وراضي ندفع في الشقة مقدم والباقي اقصاد انا حطيت يدي على راسي مجمعين 146 الف ناويين نشتري ارض طالعت فيه عرف ايش افكر فيه قال اوعدك اعوضك بس مطر احطها مقدم شقة لهم عشان يتم زواجهم لانه اخوي يحبها وبكده صرنا انا وعيالي على الحديدة وهو يصرف يمين يسار على اهله بتقولون اهله ايه ما قلت شيء بس اخوانه اتكاليين معتمدين عليه ولا يفكرون يدورون وظائف رغم انهم كبار اشترى لهم سيارات وقطات الشباب في الاستراحة هو يدفعها لهم دلع بزيادة ولا تعتمد عليهم امهم اخرتها اخوي اللي متخرج من الثنوي طموحه يدخل نادي طبعا لقى فرصة دبلوم رياضي وتدريبي خارج السعودية وامزوزي ديست تضغط عليه انه يدخلوا ده الدبلوم السنة بخمسة وعشرين الف والله انه باع اسهم عنده ودفع له صرنا مثقلين ديون وضيق حال حتى عمره او سفره ثلاث ايام ما نقدر طب ريقرب ينفت طبعا اخته توظفت وظيفة حكومية واشترت بيت الله يرزقها لكن ما فكرت حتى ترجع الستين الف اللي اخذناها في زواجها اخوه ربي فتح عليه ولا فكر يرجع مقدم الشقة اللي دفعناها معتبرينها هدية واحنا بشقة حتى اثاثها تدمر ولا قادرين نغيره عيالي محتاجين اخذت درس وبدأت اكره زوجي منهزم ما صارت هذه طيبة ما صارت عطاء ربي فتح عليهم مع هذا يطلبونه وهو يعطي حتى من المصروفة البيت ربي عوض صبري خير تعينت ادارية في مدرسة قريبة وطلعت من بيتهم واخذت دور كبير مع حوش لي والعائلتي واشتريت اثاث توفي ابوي الله يجعله في الفردوس وجاني من وراه ويرث بقيمة 243 الف اللي قهرني ان زوجي زعلان متذمر يقول لي يا بخيلة اشتري لنا سيارة كبيرة عائلية حطي لنا المبلغ في مقدم فلا ويشوفني مقصرة انا ما ابغى اطيح في انه يطبق علي دروس اهله ويستغلني زي ما اهله استغلوه لا تكون متطرفا حتى في صفاتك الايجابية طيبتك وعطاءك وحبك حتى رضاك عن نفسك الطيب المفرطة تخلق الاستغلال والعطاء الاعمى يولد الفقر والحب الزائد يجذب العداء والرضى المفرط عن النفس دليل فشل توازن ولا تتطرف وبس نصيحتي لكم اكثر الشخصيات اللي تتردد في العيادة النفسية الشخصيات المضحية بعض الناس لا يفرقون بين التضحية الغير عاقلة وبين العطاء العطاء سعادة وخير وحياء للانسان لكن التضحية الغير عاقلة ممرضة للنفس وتقود للترك الكامل لكل شيء الحياة توازن اعطي غيرك بما لا تضر به نفسك وبكذا انتهت قصتني لليوم اتمنى تكونوا استفدتوا اشتركوا في القناة